قامت عناصر المصلحة الولائية لشرطة القضائية بفاس بتوقيف شخصين لتورطهم المفترد في تجارة الشيرة ومكنت العملية التي تمت على أساس معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز 2.3 من الشيرة داخل ديعة في لاحية بمنطقة المهاية واعتقال الحارسي وشخص ثاني يشتبه في أنه المتورط الرئيس في هذه العملية والذي كان يحوز مبلغا ماليا هاما متأتيا من هذا النشاط الإجرامية في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها وخصوصا منها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية قامت مصرحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمنفاس بناء العلام علومة الدقيقة وفرتها مصالح مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقف شخصين من أجل ترويج المخدرات المشتبه فيه الأول تم إيقافه على مستوى مركز المهاية الذي يبعد على بندينة فاس تقريبا حوالي 10 كم حيث أصفرت عملية تفتيش عن حز تون 9 و300 كيلوغرام من مدة المخدرات الشيرة العملية تندرج ضمن الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة جميع أشكال الجريمة ومنها الإجار في المخدرات واعتقل المعنيان بتهمة الإجار في المخدرات بفضل معلومات مفصلة تم توصل بها من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب حيث أن المتهم الأولى أوقف في مركز المهاية على بعد 10 كم من فاس بينما تمكنت عناصر أخرى تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة من اعتقال المتهم الرئيسي في فاس على متن سيارة وحجز هواتف نقالة وتم وضع الشخصين الموقوفين في إطار هذه القضية قيد الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة وذلك لتحديد الملامسات والروابط المحتملة لهذه العمليات على الصعيد الوطني والدولي وتوقيف جميع المساهمين والشركاء في هذه الشبكة الإجرامية